صباحكم صحة وأهلا بكل مين نضمننا في فقرة التغذية لهالأسبوع ومع المنخفض الأوي والأجواء الشتوية اللي بتعيشها بلادنا بدنا نحكي مشاهدين عن علاقة البرد والشتاء بالأكل والوجبات الغذائية وخصوصا الحلويات يا ترى ليه بأيام البرد بتزيد رغبتنا بالأكل وليه شعورنا بالجوع بزيد بليالي الشتاء وليه كمان بزيد إقبالنا على الحلويات تحديدا وكيف ممكن هاي الكلام إذا كان صحيح بيأثر على صحتنا ونظامنا الغذائي هذا هو موضوعنا لليوم اللي رح نناقشه مع أخصائية التغذية تالا اسماعيل يسعد صباحك تالا تالا في البداية خلينا نحكي عن السلوكيات الخاطئة أو العادات الغذائية الخاطئة اللي احنا بنمارسها خلال فصل الشتاء وهل هي لها تفسير علمي ولا لا بالعادة احنا بفصل الشتاء منروح مندور على اشياء ممكن انه هي تدفينا أو ممكن اشياء تعطينا سعادة بما انه احنا بتغيب عنا الشمس وبتقل حركتنا اللي هو الاشياء أو السببين التنين اللي بخلونا سعيدين أو برفعوا هرمونات السيروتونين والدوبامين اللي بتشعرنا بالسعادة فجسمنا رح يدور على بديل اللي يشعرنا بالسعادة وبقى تكون عادة من خلال الوجبات السريعة أو الكربوهايدرات البسيطة اللي بتكون بالحلويات أو السكر الأبيض أو حتى الرز والبطاطا والاشياء التانية فدايما هاي العادلة الغذائية المرتبطة بالسعادة بتدفع الناس بفصل الشتاء انهم يروحوا يدوروا على هاي الأمور هلأ كمان له علاقة انه احنا كمان منعود كتير فترة أطول بالبيت وبأجواء الشتاء وبلما تكون مطار اغلبنا بيكون قاعدين في البيت وبيكون فترة الليل كتير أطول من فترة النهار فاحنا كتير في هاي الفترة بزيد عنا عدد الاسناكات مثلا عدد الوجبات ممكن الواحد يتعشى ثلاثة واربعة مرات اكيد لا هو برجع لشغلة انه هي العادات الغذائية اللي احنا متعودين عليها احنا دايما متعودين انه ناكل او ناكل بسرعة فاحنا جسمنا ما بيكون حاس انه هو شبع فهاي الهرمونات ما بتتنظم بجسمنا بنرجع لسايكل لانه احنا بدنا اشي يرضي الجوع تبعنا بنفس الوقت يشعلنا بالدفع والسعادة فبيروحوا الناس انهم يأكلوا وجبات اكتر بروحوا يستسهلوا وياكلوا اي اشيء قدامهم سواء كان من السكر او ممكن مكسرات خلال السهرة وهي الاشياء اللي بتزيد وزنهم اكتر اشيء بفصل الشتاء او كمان نحكي انه في حتى هو موضوع انه في مغريات بفصل الشتاء زي السحلب زي الكستنا البطاطا الحلوة والدرعي الاشياء اللي بنا اكلها خصوصا فترة المساء لو نحكي اكتر عنها يعني مثلا السحلب قديش ممكن يكون فيه كالوريز اوكي هلا هو السحلب بختلف سعراته عن كيف احنا منحضره وهو ممكن يوصل من 250 ل350 سعر حراري واكتر حسب قداش منضف له مكسرات سكر زبيب وهي مثل ما احكينا السكريات البسيطة اللي ما بتخليك تشبع لقدام من انها بترفع السكر فجأة بالجسم فبنزلوه من خلال هيرمون الانسولين اللي بفرز البنكرياس هاي السايكل بتعطي اشارة للدماغ انه يفرز الدوبامين والسيروتونين وهي هيرمونات السعادة فاحنا منحس حالنا كتير مبسوطين بعد ما ناكل هذا الاشي فجسمنا برجع بطلب هذا الشعور كمان مرة تانية وهو السعادة فمنرجع منها كل نفس الاشي سكريات بسيطة سواء بالسحلب او البطاطة الحلوة او البطاطة العادية حتى والكستنا سنحكي كمان نوضح انهم فيهم كالوريز كتير عليين وممكن يعادلوا وجبة متكاملة طبعا اكيد هلا ممكن تعتبر متكاملة وممكن لا حسب طريقة التحضير برضو بس هي تعتبر كوجبة لما انت تحكي بتوصل 350 سعرة فأكثر فهي تعتبر وجبة مثلا بدل الفطور او العشعة حتى والناس هنا باخدوها كسناك او مسليات او كسلايا او خلال الصهرة بالضبط طيب لو بنا نحكي عن موضوع كمان انه احنا دائما بعد الوجبة الرئيسية متعودين انه ناكل حلو خلص دائما بعد الغداء بالتحديد لازم يكون فيه حلو كنافة كيك او غيرها من الاصناف هل هذا هو اشي طبيعي انه الجسم بطلب سكر او حلو بعد الوجبة الرئيسية ولا هاي احنا سلوكيات احنا اكتسبناها هلا اهو برجع لأكثر من شغل ممكن يكون سلوكية احنا تعودنا مثلا دائما بعد مناكل وجبة بدنا السكر عشان نحس حالنا مبسوطين بنرجع لسايكل الهرمونات والدوبامين والسعادل احنا حفزنا دماغنا انه يعملها بعد كل وجبة او ممكن احنا بناكل بسرعة فاكلنا سريع ما بعطي فرصة للهرمونات انها تعطي اشارة من المعدة للدماغ انه انا شبعانة اوكي فانت ما بتكوني شبعانة ما بتكوني ساتسفايد او مشبعة بالاكل انت اكلتي لانك اكلت بسرعة فجسمك بشوف الفروتس او حتى الحلويات بالاخص اشي ابيلنج او اشي كتير مشحي اليو عشان هو ياخده هلأ لا يحس حاله شبعان او يحس حاله مبسوط اكتر وجسمك مرتاح فهاي من الاشياء اللي بترجع لها التغذية الصحيحة لما احنا تكون وجبتنا متكاملة فيها الياف فيها بروتين فيها دهون صحية جسمنا بحس حاله شبعان اكتر هلأ لابنا نحكي كمان عن موضوع المحليات البديلة هل هي عنجات صحية وغير مضرة فيها كالوريز او سعرات حرارية او لا هلأ فيه انواع ممكن انها تكون مضرة حسب الاف دي ايل هي منظمة الصحة العالمية وفيه انواع اللي هي ابروفت من فضل دايما ناخد اشياء اللي بيكون مصنوعة من السكرالوز او نبتة لستيفيا فهدول الشغلتين ما بيرفعوا اول اشي السكر بالدم فما بيفرز الجسم انسولين بكمية كبيرة فما بيأثر على هرمونات السعادة بطريقة مباشرة بنفس الوقت انت اخذتي طعم الحلو اللي الناس بتدور عليه ممكن بعد الاكل هلأ اذا فيها سعرات او لا هي خالية من السعرات الحرارية فما في مشكلة اذا اخذناها باعتدال واذا ما كان عنا مشاكل بالبنكرياس او الكبد فان نرجع الموضوع انه احنا لازم ناخدها باعتدال كمان لانه هي كمان كترتها بالدور زيها زي السكر الطبيعي او السكر هلأ هي اشي مصنع دايما اي اشي مصنع من فضل ان احنا ناخده باعتدال عشان ما يأثر على جسمنا بطريقة سلبية بس هل هي امن ان احنا ناخدها السكرالوز والستيفيا اشياء امنين ان احنا ناخدهم بنظامنا الغذاء طيب لو نحكي عن بدائل الحلويات ايش ممكن ناخد سكر بطريقة طبيعية الجسم ما يتأزى وما يتضرر دايما احنا منفضل نروح للفواكه هاد اشي كتير اساسي والتمر والتمر صحيح والعسل اذا كان طبيعي مش يعني العسل استخراجه يكون طبيعي يعني النحلة تاكل مش سكر بنرحيق الازهار فننتأكد ان احنا ما مناكل سكر فعليا مش عسل يعني اذا مناخد عسل مش طبيعي يعني بالزبط زكئنا مناكل سكر بالزبط فوائده راحت فعليا هلا كسعرات سواء كان طبيعي او صناعي هي نفس سعرات معلقة السكر الابيض تمام كسعرات بس كفائدة منفضل العسل الطبيعي افضل هلا منفضل دايما نروح للفواكه التمر مثل ما انت حكيتي ومنفضل اذا بنا نعمل حلويات نعملها بالبيت نقلل من كمية السكر او نستعين ببدائل السكر اللي حكيناهم قبل شوية طب لو بنا نحكي عن اصناف حلويات احنا ممكن ناخدها بطريقة واحنا نعملها بالبيت بطريقة صحية ايش ممكن نستبدل اشياء باشياء هلأ كمان ممكن الطحين كمان هو عنده صعرات حرارية عالية بالضبط مثل ما حكينا الكربوهايدرات البسيطة اللي ناخدها من الطحين الابيض او البطاطا او الروز بترفع السكر عالي بالدم بفرز الانسولين بتروح الى هرمونات السعادة هاي السايكل اللي حكيناها قبل شوي فاحنا منفضل ندخل كربوهايدرات معقدة يعني نستعمل طحين كامل الامح او طحين الشوفان مثلا او طحين اللوز اللي يكون فيهم الياف ترفع من القيمة الغذائية بنفس الوقت ما ترفع السكر بطريقة سريعة بالدم لا كمان احنا في ناس كتير بتروح مثلا انه فري شوكر انه ما في سكر نهائيا بس هو كمان فيها سعرات حرارية عالية هاي الحلويات يعني سايح ما فيها سكر بس فيها كالوريز عالية بالضبط بتيجي الكالوريز من الفات او الدهون اللي انت بتستعملها بالتصنيع دايما لما يكون مكتوب على المنتجات شوكر فري لا يعني انه كالوريز ري خالي من السكر مش خالي من السعرات نطلع دايما على القيمة الغذائية للاشياء اللي بنعملها او الاشياء اللي نشتريها قديش كمية الدهون قديش كمية البروتين موجودة عشان نتأكد انو احنا ماخدين ضمن السعرات او احتياجنا اليومي وبنفس الوقت تكون القيمة الغذائية كتير عالية طب لو بنا نحكي احنا بنكون ماشيين على نظام غذائي معين وبعدها خربنا واكلنا مثلا كنافة او اي نوع حلو هل ممكن هو يروح عن طريق انو احنا نروح الجيم نحرق هاي السعرات ولا مش كل شي بدخل الجسم بنقدر نطلع بهاي السهولة هلا هي الفكرة معقدة اكثر من هيك بس بنرجع بنحكي النظام الغذائي الصحي هو نظام متوازن عادي لو اخدنا بين فترة من الفترات شغلة حلوة بسيطة ما منعاقب حالنا لانو احنا اخدناها بنفس الوقت ما تكون متكررة يعني لو اخدنا مرة بالشهر مثلا مثل ما حكيتك نافك مرة بالشهر او مرة كل اسبوعين ماكسما حسب الهدف تبعنا هاي الاشياء ما بتضر بس تكرارها بدر لانو جسمنا او دماغنا بتعود فمتل ما الناس بتحكي السكر هو ادمان هو فعلا ادمان لانو بتوصلي جسمك للسعادة وجسمك بدور على السعادة وبحب انو يكون مبسوط فانتي بدك تساعدني لاقي هاي سعادة من اشياء ما ما بتضروا اوفر اول يعني بشكل عام مندور على اشياء صحية اكتر تفيدنا وتشعرنا بهذا الشعور مرة تانية طيب لو بنا نحكي هيك بالنهاية نصائح بنوجهها للمشاهدين كيف ممكن نتبع نظام غذائي معين بفصل الشتاء او نحافظ على وزنا وما يزيد وزنا خلال فصل الشتاء دايما منقولهم التوازن توزيع الوجبات ما تتركوا حالكم لانكم تاكلوا وجبة واحدة بنهار لانو اذا تركتوا حالكم لاخر وجبة بنهار واكلتوها ما رح توقفوا لانو جسمكم بحرق بحتاج سعرات فكل ما وزعنا وجباتنا خلال النهار كل ما اسمناهم فطور غد عشاء دخلنا الالياف دخلنا الكاربوهايدرات المعقدة دخلنا البروتين ركزنا على الخضار ركزنا على الفواكه خلال النهار ما منضلنا جعانين منشعر بالشبع بنفس الوقت اخذنا كل العناصر الغذائية ولما يكون في عندك بروتين ودهون صحية مع الالياف او الكاربوهايدرات المعقدة برفع السكر عندنا بالدم بشكل تدريجي فالانسولين بنفرز برضو بشكل تدريجي وبتقدر تحسي بالشبع وبتقدر تحسي بسعادة لفترة اطول خلال النهار بدل السعادة اللحظية اللي انت ممكن تكليها من حبة شوكولاتة وكمان ممكن نركز على المي انه احنا نشرب بالشتاء كمان ممكن نكون مفكرين حالنا جوعانين بس احنا عطشانين صحيح هلا هذا ممكن نسميه جوع العاطفي او الرغبة العاطفية انه انت تاكلي ممكن تحدي منها من خلال شربك للمي وتتركي حالك نص ساعة تشوفي اذا شعور الجوع لسه موجود معناته جد جسمك بحاجة لكن اذا لا معناته هذا كان اش عاطفي وراح بعد ما انت هديتي وهرموناتك صار فيها بالانس او توازن اخصائي التغذية تعالى اسماعيل شكرا للك وشكرا لكل هذه المعلومات اللي احنا اكيد استفدنا منها احنا ومشاهدين اشتركوا في القناة